كان بعث منتخبنا الوطني لكرة اليد وصلت إلى القاهرة بعد المشاركة في كأس العالم لكرة اليد والحصول على المركز السابع كإنجاز مكرر عن البطولة الماضية وكلام عن رحيل الموديل الفني الأسباني بروندو عن تدريب المنتخب الوطني نعرف كل التفاصيل مع ضفنة كابتن عمر صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد يا فندم صباح الخير مشرف ومنور ربنا خديك كل سنة وأنت طيب وفرصة سعيدة جدا كريم وإن شاء الله كده يبقى شهر انتصارات إن شاء الله للرياضة المصرية يا رب إن شاء الله وسهرناك أنا عارف بس كان موجودك معنا مهم يعني عشان نعرف كثير من التفاصيل طيب بداية كده ماذا عن المدير الفني المنتخبنا الوطني بروندو هل هو فعلا رحل عن تدريب الفريق انت بادي من الاخر خالص الكريم بي يعني انت بادي من الاخر ده ده لسه ده لسه هنتكلم كثير عن منتخبنا بس هل المدرم مكمل ولا لا والله يبص في حضرتك إحنا يعني هو عقد انتهى معنا في مبارح انتهى معنا في نهاية مباريات كاس العالم بنسبة كبيرة جدا أو يعني هو مش هيكمل معنا إحنا طبعا خلال الفترة اللي فاتت كان فيه دراسة مستفيدة للموقف هو للأسف الشديد مش متفرغ للمنتخب القومي نتيجة انه هو بي مرا فريق في ألمانيا كنا حاولنا معاه خلال الفترة السنة اللي فاتت ان احنا بعد بطولة البحر الابيض بطولة أفريقيا ان احنا نكمل العقد معاه ولكن بصورة ان هو يبقى متفرغ وموجود معنا ولكن للأسف الشديد هو صمم ان هو يكمل معنا ديه في ألمانيا بحالة عدم التفرغ اللي هو بيجينا على الأسلية الدولية بس ده طبعا بالنسبة لتمحاط وخطط الاتحاد وتمحاط البلد واللي احنا بنفعله دايما في كورة اليد ان احنا نحقق احسن نتائج على المستوى الافريقي اللي هو خلاص بقينا تقريبا احنا متسايدين القرى بالنسبة عالميا احنا بقى انه ده تاني كاس عالم احنا السابع فيه عايزين نبتدي نحسن رابع الأولمبياد فاحنا عايزين نحصل على مديريا ان شاء الله في الأولمبياد سريف ده مش عايزي غير معه مدرب متفرغ للأسف الشديد قبل البطولة بثلاثة أسابيع هو كمان مدد عقده مع النادي الألماني لغاية يونيا 25 فده بالنسبة لنا بقى جيد مناسب خالص فكان القرار بعدم التجديد خصوصا ان احنا كان لنا امال وطموحات مشروعة ان احنا نقدم ندعى في المربع الزهبي في كاس عالم 23 مدحة اتش نتيجة ان احنا كان في بعض الأخطاء الأخطاء دي كان نتيجة عدم وتواجده مع الفرقة وان هو مش عارف مستوى بعض اللعيبة الاخرين غير اللي هو حطتهم في القائمة الرئيسية اللي في باله فبالتالي كان القرار ان احنا مش هنجد الزعاد وفي اطار البحث دلوقتي عن مدرب اجنبي اخر ييجي ياخد المسؤولية ويجدد الاستراتيجية والسياسة والشكل العام بتاع كرة اليد احنا عايزين مدرب دلوقتي يكون على مستوى عالمي يعني يقدر ان هو لاعب قبل كده كاف عالم كذا مرة لاعب فاز بكاف عالم او فاز كمان باولمبياد وبالبطولات اوروبا لان احنا محتاجين حد يفيد المنتخب مش مدرب يرفع اسمه باسم منتخب مصر احنا منتخب مصر الوقت المنتخب كبير منتخب عالمي مصنص في احسن 8 فرقة في العالم ما نقدرش ان احنا نقل في نفس الوقت احنا عايزين حد يفيد مش حد يستفيد من الاسمه المتحدة مفهوم جدا هل هنكمل مع المدرسة الاسبانية ولا هنشوف مدرسة اخرى مدرسة اوروباية والله بص يا كابتن كريم احنا بنبص على على كذا اتجاه لكن احنا مش متعجرين قوي احنا بناخد وقتنا عشان نبقى بناخد قرار مظبوط المدرسة الاسبانية مدرسة نجحة المدرسة المدارسة الاخرى اللي موجودة سواقف المدرسة الفرنساوية او المدرسة الناحية اوروبا الشرقية نجحة احنا بنشوف كذا حاجة بندرس بندرس سي فيز بقى بطريقة مختلفة شوية هيقوم طبعا باللينت الفرق القومية بالاشتراك مع مجلس الادارة طبعا والفنين الموجودين في مجلس الادارة زي كابتن عاصم السعداني وكابتن ايمان صراحة بدراسة احسن سي فيهات ومش بس سي فيه ورق لا احنا بنبص على سي فيه واتشيزمنت والنتايج تحققت ويقدر ان هو يشتغل كمان مع المنتخبات الاخرى زي النشئين والشباب فيه اعدادهم عشان يبقى كل المنتخبات بتلعب بطريقة واحدة بحيث اننا لما نجي اطلع صعب ناشئ يلعب من الناشئ من الشباب او من الناشئين ما يبقاش فيه اختلاف في طريقة وسيستم اللعبة ده التوجه العام وده هنتم خلال الفترة القريبة الجاية لان احنا عندنا اتنين كاسعالم خلال شهر يونيا وشهر يوليا للناشئين والشباب فبالتالي احنا محتاجين ناخد قرارات تبقى سليمة ولكن في وقتها كمان صحيح طيب نيجي بقى للبطولة يا فندم احنا في البطولة لبس العايز الاولى حط ثوابت وجودنا في المركز السابع في الترتيب العالمي او ترتيب منتخبات كأس العالم ده ترتيب جيد جدا والترتيب السنة او البطولة اللي فاتت في المركز السابع ده ترتيب جيد جدا بس عشان احنا سقف توقعاتنا ارتفع للغاية على حجم مستوى منتخبنا ولعبي منتخب مصر الكرة اليد كنا مستنيين اكتر ولكن كان في محطات مهمة فارقة في هذه البطولة وزعلتنا بصراحة شديدة واقول الكلام ده الاول مرة احنا كنا داعمين دائما لي منتخبنا الوطني لكرة اليد مباراة الدنمارك اللي كانت هتبعدنا عن المنتخب السويد مدخلناش بشكل جيد مباراة السويد نفسها رغم ان احنا لحد ديها عشرين كنا ماشيين يعني ندل ندل مع المنتخب السويدي فجأة ابتعدنا تماما عن المباراة وبعدنا في النتيجة اخر مباراة واحنا فارقين كتير على المجر الفارق يديا ونتعادل ونخش في مرحلة صعبة والحمد لله اللي احنا فوزنا في النهاية ليه المراحل الصعبة دا اتعدنا بيها رغم ان احنا بدايتنا في البطولة كانت رائعة جدا بالفوز وفوز مريح على المنتخب الكرواتي بص هقول لي حضرتك على حاجة انا هرد على حاجتين الحاجة الاولانية حضرتك بتقول لي ان احنا حفزنا على المركز السابع وتم حكت اعلى طبعا ان تم حكت اعلى ولكن احنا حفزنا على المركز السابع فيه نقطة معينة نحفزنا على المركز السابع في مصر بدون لعب ومباريات تركيبية للمركز الخامس والسادس والسبع والثامن لان كانت لها نظام مختلف في كاس العالم اللي فات تدير في كاس العالم ده تاني حاجة لازم حكت اعرف كنا بنلعب كاس العالم في مصر في الواحد وعشرين احنا بنلعب كاس العالم في اوروبا في معقل الهندبول في الدول الاسكندينفية في وصف ظروف مختلفة خالص عن واحد وعشرين واحد وعشرين كان فيه كوفيد ناينتين كان فيه فرق ما جاتش زي كورواتيا اساسا اعتذرت عن البطولة فيه فرق جات نقصة ثلاثة واربع لعيبة منها ألمانيا منها السويد منها الاثنين لعيبة في الدنمارك فالمنتخبات اللي جات في واحد وعشرين كانت اقل في المستوى من ما يتيجي الظروف الكوفيد وقتها ولكن احنا في تلاثة وعشرين احنا كان بطولة شارفة جدا فرق كانت كلها جاية جاهزة احنا برضو برضو هقول لحركة عن حاجة احنا اول مرة في كاس عالم نكسب فرقة كورواتيا والكورواتيا بطل العالم وكانت حصلة على مديليا برونزية في الأولمبياد احنا اول مرة نكسبهم وكسبناهم فرق مريح جدا فرق تسعة تجوان وكانت بداية قوية جدا للمنتخب زي ما حضرتك تفضلت وقلت كسبنا كمان اول مرة نكسب منتخب المجر احنا عمرنا ما كسبنا منتخب المجر في كاس العالم فاحنا طلعين السابع ورانا ثمان سرق من أوروبا ودي عمرها ما حصلت قبل كده عشان برضو حضرتك تبقى نحط الأمور في نصابها ولكن ولكن رأي حضرتك واحساس الجمهور بالذيئة في بعض الأحيان هو مبرر وليه حق والناس كلها ليه حق لأن التبرير التبرير أن احنا من أول ماتش من بعد ما يعني دي أنا بشوفها اللي هي أحد الغلطات الاستراتيجية اللي قام بيها المدرب إن هو لما بيبقى فيه ماتش قوي زي ماتش مثلا الدنمارك أو السويد أو ألمانيا أو ماتش المجر اللي أربع ماتش تحديداً والماتش الأولاني بتاع كرواتيا بيلعب بعدد معين من العيبة قليل جداً من التشكيل هو بيبقى عنده كيان بيخش دي المباراة ب16 لعد في الماتش دي في الأربعة دول هو لم يستفيد بأكتر من 8 ل 9 العيبة صحيح دي المشكلة إن أنت بتوصل إنت لو شفت آخر صورة كتمنشورة أو شفت الفرقة شكلها عاملة زي بعد ماتش اللعيبة شكلها عاملة زي بعد ماتش المجر إننا اللعيبة نايمة على الأرض مش قادرين منحكين مستنزفين فبالتالي ده ده الغلط اللي إحنا شفناه في الأربع ماتشاط اللي حضرتك من أول الدنمارك لغاية السويد لغاية سوريا لغاية المجر إنت تلعب في الأربع ماتشاط العنيفة بتشكيلي لا يتعدى 8 ل 9 العيبة صحيح ده إنهاك أنا النهاردة مشفق على العيد زي يحي الدرع لعب لعب في البطولة 9 ماتشاط التسع ماتشاط اللي قاب فيهم 60 دقيقة لعب إجمالي إجمالي عزد الدقائل اللي لقابها كل الدقائل تقريب ما خرقش غير يمكن وقت قليل جدا الرتيب المصري نفس الحكاية حاطب عليه حمل وعب نفسي كبير جدا في الدفاع عريزين محمد فند بكار محمد ممدوح أنت مصمم تلعب بـ 8-9 العيبة طول 60 دقيقة ربنا عارفوه بالعقل وما لأنا باخد الـ 16 ليه هي دي المشكلة خاصة أننا الكواليتي بتاع العيبة كرة اليد كمان قريبين من بعض نحن مش بنتكلم في العيبة وعاد في المستوى أصلا أنت بتتكلمش في فروق لأن أساسا الكيان بتاع المتخب الـ 19 العيب منهم 11 مخترف والباقي كله ما بين أهلي وزمالك يعني بلعبوا مباريات قمية مباريات على أعلى مستوى سواء اللي بلعبوا مخترفين أو اللي بلعبوا في مصر واللي بلعبوا في مصر كان فيه لعيبة لما نزلت عملت فارق كبير جدا دي علامات الاستخدام أن هو لما تيجي في المطرات المتأزمة والعنيفة بيبقى الاختيارات بتاعته محدودة جدا دي المشكلة الكبيرة صحية صحية كابتن عمر صلاح عمين سندوق الاتحاد المص الكرة اليد أنا بشكر حراك شكرا جزيلا على هذه المداخلة نتمنى دائما وأبدا التوفيق لمنظومة كرة اليد المصرية منظومة نكحة جدا منظومة رائعة جدا لو كنا زعلانين من منتخب كرة اليد فكنا زعلانين على حجم توقعاتنا اللي هم خلونا نشوفها يعني هم اللي أغرونا قالونا توقعوا أو بطريقة لعلبوهم أو بمهاراتهم أو بإمكانياتهم خلوا توقعاتنا عالية جدا احنا قلنا نروح كاس العالم ده وناخد كمان مدالية مش مجرد مرجس شرفي خد بالك انك تفضل بين التمانية الكبار للبطولة التانية على التوالي ده شيء رائع جدا بس احنا نتكلم في جيل حلوة قوي جيل ياخد مدالية ياخد مدالية سواء في كاس العالم أو في الأولمبيات دايما دايما على الحافة نبقى قريبين اهو اهو المدالية قربتها وما ناخدهاش لأ عايزين المرة الجاية ان شاء الله مع جهاز فني جديد ولكابتن عامر صراح خلاص أكد كمان هو دلوقتي انه برندو الموديل فني للمنتخب المصري كورتال يد رحل وجار البحث عن مدير فني جديد